زيارة وزير الشباب والرياضة رتوان محمد كريستيان المعهد الوطري للشباب والرياضة تأتي في اطار تفقد المؤسسات التي تتبع ادارية للوزارة لمعرفة سير عملها والاشكاليات التي تعترضها وخلال الزيارة استقبل الوزير من طرف مدير المعهد موسى حسن ادبي رفقة المسؤولين الاداريين ورؤساء الاقسام ليقوم مباشرة الوزير بتفقد جميع المرافق الادارية التابعة للمعهد كالمكتبة وقسم شؤون الطلاب واستمع الوزير الى ابرز المشكلات التي تتمثل في نقش المعدات والمستلزمات الاساسية التي تعتمد عليها ادارة المعهد في تسير العمل واكد بدوره القيام بواجب الوسئولية لتوفير ما هو ممكن وقال ان المعهد الوطني للشباب والرياضة يعد واحدا من اهم المؤسسات التعليمية في مجال التأهيل والتدريب الرياضي ويستحق عناية كبيرة من الحكومة ليساهم في تخريج ايال قادرة على دعم الرياضة التشادية ترجمة نانسي قنقر